عرب وافريقيا طبعا طيب زي ما متعودين مننا والحقيقة انا بلسان كل جمهور النادي الاهلي وبلسان كل المسجز اللي جايالي انا بشكركم طبعا وبشكر جمهور النادي الاهلي على كل ما حدث خلال اليومين 3 اللي فات ولكن يجب برضو ان اشكر صديق العزيز كريم سعيد وصديق العزيز احمد ثابت الحقيقة خلال الاسبوع اللي فات بالكامل تعرضنا لبعض الامور ولكن في النهاية الحمد لله الشكل اللي احنا اتفقنا عليه من اول يوم والشكل اللي احنا قلنا هنبتدي بيه عشان خاطر جمهور النادي الاهلي يعرف كل فرق المونديال وكل حاجة عنا ما تخص المونديال احمد ثابت وكريم سعيد الحقيقة بدلوا فيهم مجود كبير جدا ومعاهم كل الناس اللي شغالوا عندنا هنا على البيرو كل الناس اللي شغالين الحقيقة اجتهدوا عشان نقدر نوصل من احنا مبارح وإحنا باللعب الدحيل لي بعض الاصدقاء كريم برحب بيكو طبعا كريم وحمد يعني انبالح وانا قاعد الناس كلها بتقولي احنا بنتفرج احنا حاسين ان احنا شفنا كل حاجة الحقيقة فانا بشكركم الحقيقة وبشكر تعبكم خلال هذا الاسبوع تعبنا كتير او عملنا حاجات كتير ولكن في النهاية المتلقي كان سعيد جدا بالشكل اللي انتو عملتو خلال الاسبوع اللي فات طبعا الحمد لله كالاسلام متعب في البداية الف مليون مبروك طبعا لمنظومة الناد الاهلي كلها مجلس ادارة وجماهير ولعبين واكيد الفوز كان مستحق وعن قدارة واعتقد يعني كليشي قديم قوي قديم قوي ان احنا نبدأ ان نقول اصل الاهلي كسب عشان كان الدوحيل وحش في اصل اللعب كان حلو حلوة كليشي قديم دي كليشي قديم قوي بصراحة لا وبعدين ايه انا ممكن اجيب كريم وابا بيتكلم قبل المتش يقولك ايه الدحيل ده فريق مش عارف جميل جدا وامتاع وبعدين بعد المتش يقولك عشان المجرد الاهلي كسب اعرف لو الاهلي لا قدر ولا قدر لا كانت غلب يا خبرا فيا وكأن احنا بنتكلم على مباراة من طرف واحد فطبعا امر بصراحة غليب ان هو يتقال ويتقال ايه يا كابت اسلام سيتيب حتى من الاعلاميين او من الصحفيين ويتقال من لعبة كرة سابقين دعيب دعيب جدا دعيب جدا انت كنت اعدت في الملعب اكتر من خمشون سنة وعشرين سنة وتطلع تقول الاهلي الكسب عشان اللي قدامه كان وحش لأ الدحيل كان فريق فرقة محترمة جدا طبعا لكن الاكيد ان النادي الاهلي في الشوت الاول كان امتياز امتياز وصلنا بالامتياز ده صفر فرص على مرام محمد الشيناوي الشوت الاول الشوت الاول شوت مثالي نعم يعني انا كتبت كده مبلع على تويتر الشوت الاول هو شوت مثالي لنادي الاهلي طبعا ومش معناه طبعا انصاب لاموش غلط وانا استغلت الغلط انا مالي يعني مفوضة نعمل ايه مفوضة ايه لا لا حالك تتغلب بقى عشان ايه حقوله مفوضة ايه حالك تتغلب بقى عشان ايه حالك تتغلط حالك تتغلط عشان تكسب النادي الاهلي صحة انا عارف ممكن الاموين يروح يقوله كده عارفك لكن الشوت التاني طبعا هم الراجل تدارك كثير من اخطاقه في الشوت الاول وحاول يرجع لكن برضو ما ندرش نقول ان نادي الدوحيل كان عنده الفرص اللي هي ايه الخطرة للغاية على وانا ومحمد الشيناوي اه فيه تسديدة وفيه الكورة الهاد اللي بدناه اه اه وفيه كورتين على مشاري في منطقة الجزاء وهنحللهم انا واحمد نهارده هنتكلم عن كل حاجة لكن لا تبخص النادي الاهلي حقه في المجهود او حقه في التاكتكس اللي اتحطت او حتى فيه نقطة مهمة جدا كابت اسلام احنا اتكلمنا عليها الحمد لله الحمد لله ان فيه لقطتين احنا كنا اتكلمنا عليهم هنا هم في تحليل نادي الدوحيل حصلوا يعني كوبيو بيست بالضبط من الجهاز الفني الاهلي اللي بيأكد لنا ان الناس شغلت الحمد لله الهدف التاني اللي هو اللي لم يحتسب اللي فيه شك اللي هو ضرب الجزاء والرحل الجزاء ولا لأ بتاع ابواليا ده نفس الشرح اللي حضراتكم شرعتوه في الثغرة الواضحة اللي ما بين المساك والباك المساك والباك والمساحة الكبيرة اللي دايما بتبقى في ضع مدافعين نادي الدوحيل طبعا في البداية ألف مبروك لجمارين نادي الاهلي ومجلس الإدارة واللعابة والجهاز الفني نادي الاهلي في نص نهائي مونديال يعني بالتأكيد حاجة كبيرة جدا تسيبك من اي حد يقلل احنا بيقلله مثلا في الدوري يقول لك أصلي المنافس ضعيف بيقلله في دورة بطالة أفريقية أصلي انتو بتكسبه بالتحكيم دايما كده الشجرة المسمرة بيأخذفها الناس بالحجارة بتركز مع الكلام ده أحسن حاجة في النادي الاهلي ان هو دايما ماشي سالك طريقه انت بتلعب في المونديال انت الوقت بتلعب بيرون ميونيخ يعني فيه أكتر من كده بتلعب بطل أقوى في ريف العالم يعني وده إن شاء الله يعني بإذن الله كرة مفاش يعني لا لا هنتكلم بإذن الله قدلين اتكلم عن نقاط الضعف ولا اكيد انا نبالع الحقيقة مش عايز أقول لك نبالع على تويتر الحقيقة كانت الكلام كان جميل جدا كانت حفلة كانت حفلة جميلة جدا دس كلام محترم طبعا والناس كلها بداخل اتهزر احنا عايزين نعمل حلقتين ذكر عشان حاجات كانت جميلة جدا انا نبالح اتبسطت بالكلام ده قوي الجمهور كان فرحان ومبسوط فكانت الليلة كلها حلوة يعني طبعا النادي الاهلي اولا قدم شوت اول عظيم شوت اول يعني من احلى اشواط النادي الاهلي في المباريات ان انت بتلعب فرقة الدحيل مش عشان يعني خسرت يبقى هيا فريق اولاي لا ابدا الدحيل ده فيه اتنين برازليين جاي واحد منهم اعارة سبع مليون يورو اه يعني واحد جاي اعارة واحد المهدي بن عطية ده كان بيلعب في اليوفيو والبايرن وروما المعزة عالي ده اواخد افضل عب في اسيا ولونجا ده ده في الدوري الياباني معزة عالي زعلنا جدا يعني زعلنا جدا الحقيقة بالكلام اللي قاله لانه انا معرفش الحقيقة يعني مهما كان يعني انا لو تقارم ما بين كلام المهدي بن عطية وكلام المعزة عالي الاتنين في فريق واحد صح؟ لا او واضح ان هو كان زعلان اصلا وقعدك لا مليش دعوه بقى انا مال لا 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 لما تيجي تتكلم عن النادي الاهلي يعرف ان تتتكلم عن ايه؟ طب هاضح خصوصا واحد زي المهدي بن عطية راجل محترف ومحترف عارف هو بتتكلم ازاي؟ نعم المعلق او المحل اللي كان متواجد فيه القناة النقلة نعم مع واق الجمعة الحقيقة هنى واق الجمعة وكان الراجل ما عندوش اي مشكلة ان هو وقال النواحي الفنية ما عندي لاش مشكلة في النواحي الفنية ولكن معلش انت ازاي انت بتقالل بتتكلم عن نادي الاهلي ما ينفعش ما تيجي تتكلم عن نادي الاهلي انا ما اقدرش يتكلم عن نادي الدحيل بشكل وعش نعم ما اقدرش مش عشان حاجة تربيتي واخلاقي اللي عاد علمتها داخل النادي الاهلي نعم والابوية وامي يعلموا هالي ما يخلونيش يتكلم بهذا الشكل لكن او اكيد يا كابت اسلام واضح جدا ان المعزة علي كان عندو اخ مشكلة مع صبلة مش ايه لما غير الخطة ويطلعو برا التشكيل هو زعل جدا ومص واضحة جدا جدا ونزل لا هول حاجة بقى مش انا يعني لكن هو واضحة كده هو المعزة علي خد 45 ديئة في شوت تاني صحا كده طيب لعب معزة علي لعب كبير طبعا لعب كبير طبعا لعب كبير طبعا واي انتقاط له هلننتقده حاليا لا يقلل من هو كمجمل لعب كبير لكن في الماتش حضرتك كنت في 45 ديئة اللي لعبتها فاشل بالارقام ما بقولكش انت فاشل عشان دي وجهة نظري لكن بالارقام حضرتك نزلت 45 ديئة كان عندك دور دفاعي مهمة جدا عجبها اليومنا نجابها اليومنا اليسرى لنادي الاهلي كانت عاملة شغل جيد حضرتك فقدت الكرة مرتين مرة في نص ملعب النادي الاهلي ومرة في نص ملعبك وعملت كاونتر اتاك على فرقتك الرقم التاني السلبي ده حضرتك يا كابتن معز ان انت دخلت في اتنين يعني التحامات هوائية وحضرتك لاعب طويل هل كسبتهم؟ لا خسرتهم من مين؟ خسر واحدة من صلاح محسن واحدة صلاح محسن اه وخسر واحدة اعتقد مين مربع ايمن اشرف ايمن اشرف فقط وبالتالي يعني قبل ما تكمل اه صلاح محسن وايمن اشرف نعم اللي هم يعني انت اطول منه بكتير فحضرتك خسرتهم عالت بقى الرقمي السلبيين دول اتحققوا ليه؟ اللي كانوا واضح جدا ان انت متنرفز ونازم متعصب وطبعا ان الفيزة بتاعتك مفادتش فريقك في اي شيء الامر اللي جعل منتاري زيمي لك اللي نزل معك في نفس الوقت وكان مركز وارتكلم عمل كل الهجوم بصراحة يعني بصراحة مبارح منتاري عمل كل حاجة اولونجة ما عملهاش في الشوت الاول هو كان مصدر خطورة عليها في شوت تان ليه نازل يعمل شغلانته انما ساعتك نازل متعصب وطبعا بعد ماتش ما خلص بقى وكل لعيب الامانة كل لعيب الدوحي القطري خلاص الماتش خلص مع ان الحاجة كان محاس بست دقائق وقت وضا ضايع وكان زايد على اللزوم لكن لعيبة خرجت بأدب ومنش انها مشكلة حضرتك ما صدقت مسكت المايك وطلعت لا مسمعش مايك اسمه حديدة ده معاس الحديدة نسك الحديدة الشوت الاول كان صعب اوي عليك نعم اه طبعا انا ما عنديش مشكلة في كل ده ما ممكن يحصل كده مع النادي الاهلي لكن انا قمراني ما بنشوف تصريحات كده انت لأ وبخلافة حبت نسم شفت تصريحات طهر محمد طهر اه طبعا شفت تصريحات حسين الشحات ممتاز طبعا شفت تصريحات ايمن اشرف شفت تصريحات بيتسوب اسمين تصريحات برضو بيران ميونخ عن النادي الاهلي افريقيا لا 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 طبعا ده اهم تصريح في النادي راجل بيقول اننا تعجرف في لقاء يوم الاثنين فسوف نواجه نادي الكارن في افريقيا ده صريح واضح مباشر بيوضح قد ايه الناس في المانيا بيحترمونا وبيحترموا النادي الاهلي وان اسم النادي الاهلي لكن تاني احنا بنكلم عز علي فنيا عشان انت راجل تكلمت فني واحنا نتكلم فني بس انت تكلمت بدون ارقام لا هو ما تكلمش فني احنا احسن من علي معلول وان انا احسن من احنا احسن من احسن من قولي عام زي ما تقول لكن حالك تقول انت ادينا للنادي الاهلي اكبر اصلا سمعت التصريح بيوضان انت اديت الاهلي اكبر من حجمه ليه هو كما متخيل ان انت نفترك باسلام مفروض ان الخمسة واربعين دي التانية اداء البدني للمنافس بتاعك بيقل حالانك لك انت تتخيل لاعب نازل بهذه العصبية هتنزل من بداية المباراة قدام لعبتي النادي الاهلي هما في كمتهم البدنية بقى من اول ديئة يعني شوفنا النادي الاهلي بصراحة عمل خمسة واربعين ديئة بدنيا على الدحيل بصراحة يعني كانت عالمية فعلا كنت هتعمل ايها؟ كنت هتعمل ايها؟ كنت هتعمل ايها؟ واتخب مخزونها خمسة واربعين ديئة وبتخسر الاربع النقط اللي احنا قلناها وما انت بادئ ما كنت عملت ايه؟ فطبعا راجل كلمك ناحية فنية بحتة انا ما اتكلمت في حاجاته هو اتكلم حد يقطعه له الفيديو بقى يبعته له على تويتر ويرد عليه لا خلاص احنا النهاردة من اول النهاردة نقطة ومن اول السطر بقى نبتدي نتكلم على المباراة البارح وفرحة وازاي النادي الاهلي يكسب وازاي اليومين اللي جايين طبعا هنتكلم اكتر عن البايرن وعن نقاط القوة الكتيرة جدا ونقاط الضعف القليلة ايه؟ نقاط القوة الكتيرة نقاط الضعف القليلة اوي لكن في النهاية في نقاط ضعف يعني مفيش حاجة اسمها مفيش نقاط ضعف طيب فحنروح دلوقتي نتكلم عن الحاجات اللي احنا هنتكلم فيها دلوقتي ولكن خلينا نروح بقى انا بحب الرقم ده اوي ايه؟ اوي وجمهور النادي الاهلي بيحبه؟ بيحبه جدا بستة نعم؟ رقم ستة شو معنى ستة اما حق قلت ان هو ستة بس احنا واخدينه في اطار ارقام قياسية واطار حاجات خلينا نطلع نشوف هذا التقرير عن الارقام القياسية للنادي الاهلي نرجع تانية نكمل مع كريم سعيد وحمد سادد يا تاتب التاريخ لا تغلق الصفحات فالنادي الاهلي لديه كل يوم جديد انتصاراته دائما مصحوبة بارقام القياسية لانه البطل الذي لا يعرف سوى الانجازات والتواجد بين الكبار انتصار الاهلي على الدحيل شهد العديد من الارقام المميزة ابرزها تحقيق بيتسو موسماني لانتصاره الاول في مشاركته الثانية بكأس العالمي للاندية كما منح بطل افريقيا مسماني مكانا مميزا في قائمة خاصة بين المدربين الكبار الذين ظهروا في كأس العالمي للاندية اكثر من مرة ابرزهم الاسباني بيب جوارديولا والانشلوتي ولأول مرة يفوز المارد الاحمر بمباراة بالبطولة على ارض عربية كما وصل الاهلي الى مباراته الثالثة عشرة في مسيرته العالمية ليصبح ثانية اكثر الاندية ظهورا في المنديال متفوقا على ريال مدريد الاسباني واقترب من رقم اوكلاند سيتي نيوزيلندي الذي ظهر في خمس عشرة مباراة بكأس العالم للاندية وبعد تأهله على حساب الدحيل ضرب موعدا مع بايرني ميونيخ الالماني في نصف نهائي المنديال ليتواجد بطل افريقيا في نصف نهائي كأس العالمي للاندية وستكون المواجهة هي الاولى التي تجمع الاهل بالفرق الاوروبية في المسابقة العالمية مباراة المارد الاحمر مع العملاق البافري ستكون المواجهة الافريقية الاوروبية الرابعة في تاريخ مباريات كأس العالمي للاندية وبهدفه في مرمى الدحيل رفع حسين الشحات رصيده الى هدفين في البطولة العالمية ليعادل رقم عماد متعب في قائمة الهدفين المصريين في مونديال الاندية واصبح اول لاعب مصري يسجل بقميس فريقين مختلفين اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى دي بعض الارقام القياسية للنادي الاهلي في كأس العالم للاندية طيب هنتكلم النهاردة عن زي ما قلت لحضراتكم عن مباراة امس مباراة امس كيف فاز النادي الاهلي على الدحيل كلام هوى لا كلام ارقام واحصاءات وفيديوهات مع كريم سعيد واحمد ثابت الاثنين هاخد انا دلوقتي احمد هنروح مع بعض يلا بينا هاخد احمد ثابت ونروح نشوف كيف استطاع النادي الاهلي امس ان يفوز على نادي الدحيل كاليبرو متقدم وفيه جنبه علي كريمي وجنبه كريم بوضياف ده الارتكاز التلاتة الارتكاز على اليمين برضو غير الاماكن احنا كنا دايما بنقول ان دودو هو لنحية الشمال ونحية اليمين كنا دايما بنقول ان دودو نحية الشمال وادميلسون جونيور هو لنحية اليمين المحمد فدي التغييرات اللي حصلت هو قال انا هلعب دفاع منطقة قدام النادي الاهلي ها امن اعتمد على الهجمال بس هو واضح نستر في ناحية الشمال في ناحية ادميلسون جونيور لا في ناحية الشمال بمعنى ان دودو لما يعني دودو برضو في الشوت الاول وشوت التاني حتى ما كانش دودو دخل كصانع العاب ناحية اليمين ده يمكن ده التغيير دودو دخل كصانع العاب طبعا مكان واحد من الارتكاز راح منازمة حولها اربعة اتنين ثلاثة واحد دودو دخل هنا والمعز علي هنا وخرج اولونجا ونزل المهاجم التاني اللي هو منتاري ده فكره لكن طبعا هو بدأ الشوت الاول ده دافع تعال بقى نشوف الصور اللي هتبين لنا ازاي هو بدأ الصور الاولانية معنا هنبص اللي ازاي هم هدي بص حدق ده الشكل الدباعي اولا هم بيدفعوا في وسط ملعبهم من التلاتة الارتكاز دول بسام الراوي كريم بوضياف علي كريمي دو المسلس اللي في وسط اللي إيه فيهم واحد فيهم واحد نازل اللي تحته اعتبر قعدة راسي المسلس من الدام بالنسبة للاثنين الاستوبرين ومن الخلف بالنسبة للاثنين بالنسبة لكريم بوضياف وعلي كريمي وطبعا هنا دودو دودو مفروض بيبقى هناك جابه هنا وهنا ادميلسون جونيور وقدام طبعا اللي هو المهاجم اولونجا تمام ده طبعا بيلعبوا دفاع منطقة والنادي الاهلي بيحضر ده كان الشكل اللي بيبين ان هم بيلعبوا تلاتة ارتكاز اربعة تلاتة تلاف نجيب الحالة التانية اللي معنا بص حضرتك شوف النادي الاهلي كان بيعمل ده استحوال ده الشرط الاول كلهم في وسط ملعبهم كلهم في وسط ملعبهم ادي التلاتة الارتكاز ادي الجناحين ادي المهاجم قلونجة ادي النادي الاهلي كان دايما بيستحوز وبيسيطر على وسط الملعب وهم بيلعبوا ودفع منطقة متكتلين خايفين من النادي الاهلي تمام من الاهلي ده الصورة بتوضح كده ده الكلام بنفس الشكل نجيب برضو الصورة اللي بعدها بص حدق كام واحد ورا الفرقة كلها ده ايه ده في وسط ملعبهم كمان ايه ده تحت الدايرة تحت الدايرة كمان بصها ده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر عشرة والحارس يعني الحداشر اللي عيب تحت الكورة نادي الاهلي كان بيدور الكورة بيحاول انه هو يختارك وبيعتمد على والتر بواليا هو اللي كان بينزل يسقط كان عمل مباراة رائعا رائعا لما طلع وده يعتبر انه في وجهة نظر الجند المجهول في المباراة والتر بواليا طبعا ده عملية الايه التحضير في وسط الملعب وقدامنا العنوان وفرية الدحيل بقى اكمله في وسط ملعب امام هجوم النادي الاهلي تمام بص الحالة اللي بعد كده بص حداك ده بقى اللي عمله المسيماني ليه النادي الاهلي قدم حداك بتسأل ليه النادي الاهلي قدم مباراة بالشكل ده في الشروط الاول ليه كل الناس بتسأل ده الضغط اللي عمله المسيماني والضغط ده العالي ده المنظم مصحوب بدفاع هاي لايم مصحوب بدفاع عالي دفاع عالي يعني كل الخط الدفاع بيطلع وراء فرقته بص حداك الضغط ده هم دربة المرمى بص حتلاقي ان والتر بواليا رايح محمد مجي أفشا مستني مستني من وراء عمر السلاء بيتقدم محمد فاتح بيغطي العمق محمد هاني نحية اليمين علي معلوم نحية الشمال وقدام فشوف الضغط العالي ده ضغط منظم ومحتاج مجهود بدني كبير جدا عشان كده النادي الأهلي تراجع في الشوت التاني تراجع لأن احنا بازلنا مجهود بدني في عملية الضغط في الشوت الأول كبيرة جدا عشان كده أنا كان نفسي كريم برضو أن الهدف التاني خش يعني لو كان الهدف التاني بتاع بواليا وأنا الحقيقة برضو نعم كنت أمنت على طول كنت أمنت وكنت شوت التاني بقت أكثر أريحية من اللي حصل صح كان هيساعدنا كان هيفرق كتير جدا لأن كان متوقع أنهم برضو هيهجم أنت بتلعب برضو فريق يعني فريق صرف كتير وصرف ملايين وفريق برضو محترم ففي نفس الوقت عملية الضغط ده الضغط ده هو سر منزوء يعني فكر موسيماني كان في المباراة يعني احنا اتكلمنا على الدحيل ده بقى هنتكلم عن نادي الأهلي فكر موسيماني أن أنا حلعب 4-2-3-1 حلعب نفس لعبي أنا النادي الأهلي أي مدرب تاني كان هيقول إيه أنا راح كاس عالم ألعب ب3 ارتكاز وأمن وارجع ودافع من أول ماتش صح ولا لأ كان أي مدرب كان يقولك كده أنا فكر كده بحيث أن أنا برضو بلعب في كاس عالم وأمن هو جوزي ما عملش كده بس ماشي يعني في مدربين بيعملوا كده لكن هنا موسيماني فكة عالية هجومية زي اللي عملوا بالزبط في الوداد هضغط عليهم أنا النادي الأهلي هستحوز هعمل أكبر بس فلو ده جبنا جونين نفس الفكرة برضو اعتمد على خطأ خطأ مدافع واضط درب والي قطاعها لحسين الشحات سجل نبص على عدد التمريرات بتاع النادي الأهلي في الشرط الأول كان كام تمريرة 354 تمريرة مقابل 140 تمريرة للدحيل استحواز نسبة النادي الأهلي في الشرط الأول كان 72% 72% مقابل 28% لنادي الدحيل يعني شوف حدك ده بيأكد الأرقام بتأكد الاستحواز فكرة مسماني إن أنا هستحوز هضغط ضغط عالي هحاول إن أنا سرعة أفتك الكرة عشان أفضل دايما مستحوز وتبقى الخطورة عندي هحاول أستغل خطأ أو أعتمد على اختراكات الأطراف تحديدا من الجبهة اليسرى تحديدا هي جبهة علي معلول هنبص للسرعة اللي بعد كده برضو هلاقي زي ما قلنا برضو ضغط عالي مصحوب بص حدك ده تغييرت مسماني في الشط التاني لما نزل أكرم توفيق حول طريقة اللعبة من 4-2-3-1 ليه 4-3-2-1 تلاتة ارتكاز أدي أكرم توفيق هو ودي عمر السلية ودي أليو دياني آه أوكي دي التلاتة لأن احنا كنا بادئين ب4-2-3-1 هو طلع حمدي فتح ليه مش عشان الإنزار عشان إنزار طبعا عشان الإنزار قدمت مباراة كبيرة جدا عنده دك التمريرات عالية جدا وقدام طبعا كان صلاح محسن وبرضو كان حسين الشحات وخرج ونزل برضو صلاح محسن تمام نيجي بعد كده ليه الصورة اللي بعد كده وده من وجهة نظري الجندي المجهول في المباراة هو والتر بواليا والتر بواليا أنا شايفه قدم نفسه قدم أوراق اعتماده في المباراة بتاعة مباراة دي رغم إنه ما مسجلش أو سجل وما تحسبش بسبب التسلل واحد من أفضل اللعيبة فعلا النادي الأهل اكتسب مهاجم جايك جدا مبارا أنا مش عارف موضوع التسلل ده برضو مش عارف فيها شك مش عارف بصلاحة يعني أنا ما قدرش أشوف لأن الحكم من وجهة نظري يعني هو عمل حاجة برضو غريبة الحكم في النص كده لما هو قف الملعب عشان التغيير دي حاجات أنا أول ما رأشوفها في حياتي لكن أنا بتكلم بقى عن النواحي الفنية التانية لا ما كانتش وحش بس والتر بواليا واحد من أهم مكاسب المبارا فعلا كسبنا مهاجم محترم مهاجم في عملية الضغط على الخص أنت معلش أولونجا ده هدف الدوري الياباني جاي بجام تقارن ما بين أولونجا وما بين بواليا بواليا مبيرا احتقى بالتلات مساكين بيلعب على تلات مساكين ما كانوش قادرين يطلعوا بالكورة بسم الله ما شاء الله حاجة في الالتحامات والافتكاك كمان ليه دور مهمة قوي في عملية الضغط وليه دور دفاع ان هو بيرجع يشت تكورة وعايز يجبون بس وعايز يجبون وتحركاته ممتازة جدا هو كان دايما واخد تعليمات من المسلماني بإيه بالحركة نحية اليمين نحية يمين النادي الأهلي اللي هو الشمال في المساحات دي بحيث ان أنا أقدر أطلع عليه طب هو ليه نزل مرة واما كان بواليا ليه نفس الفكرة دي عشان أنا محتاج مهاجم أطلع عليه بواليا في المستيندي المهاجم يعتبر من المهاجم الوحيد هو يعني ومحمد شريف عنده الميزة دي إنه هو الاتنين مهاجم محطة ومهاجم متحرك كورته حلوة قوي وفي نفس الوقت جسمه قوي وبيعرف يلتحم بيعرف يضغط على الخسم يعني بص حداق قدي الكورة هاي قطاعها بينت دوره لو جبنا الصورة اللي بعدها بص خريطة الحرارية اللي أنا بكتكلم عليه تحركات ويلتر بواليا بص خريطة هي النقطة الصفار ده هنجيبها هنا طبعا هنا في الكورنرز اللي تحت دي واخد تعليمات إنه هو يروح نحية اليمين عشان أنا أطلع عليه عشان تطلع على مهاجم قوي بص الصورة اللي بعدها برضو ده طبعا دي برضو لو جبنا حالة البيرو بتاعت بواليا أول حالة معنا في البيرو هنلاقي إن ويلتر بواليا إزاي النادي الأهلي كان بيطلع عليه إزاي عملية التحضير هتلاقي إن هو معالي معلول بيلعبها له وبواليا بياخد الكورة وبيحضرها وبياخد فاول إزاي أسحب فرقية الأدام ده الدور بتاع بواليا وكان ليه برضو دور دفاع مهم يعني لو بصيتها داك على أرقام بواليا لعب 71 دقيقة صنع هدف أسست اللي هو بتاع حسين الشحات كان اللي هو الأساسي هو قطع الكورة وبضاها ليه حسين الشحات كان الكورة ميتة هو اللي أحياها الحاجات التانية إنه هو صنع فرص طب بالنسبة للالتحامات أرقام قدامنا على الشاشة صنع فرصة صنع هدف لمس الكورة 22 مرة في 71 دقيقة محاولات على المرمى واحد فاز بالتحام أرضي ثلاثة من سبعة وفاز هي بقيت أرقامه فاز بالتحام أرضي ثلاثة من سبعة فاز بالتحام هواي اتنين من ثلاثة حصل على ثلاث أخطاء ده الدور المهم إنه بيعرف يجيب فاول في أماكن نقدر نطلع عليها الأدام نسحب فرقتنا الأدام دور دفاعي شتت الكورة مرتين الصعيح بتاعه مرة وارتكب ثلاث أخطاء ده دليل على كوال بدنية ورخامته مع المدفعين إزاي بعرف أجب منهم فاولات إزاي بعرف ألتحم دي حاجة مهمة جدا والتربواليا واحد من المكاسب المهمة جدا طيب تمام نيجي للتنين اللي بعد كده المميزين جدا قلبين الدفاع هم فعلا قلبين أيمن أشرف وبدر بنون بسم الله ما شاء الله حاجة جميلة جدا ربنا يكملها لهم بسم الله ما شاء الله يعني بدر بنون وأيمن أشرف أيمن أشرف الأيام جمعة وشادي والله جمعة وشادي وعماد وسعد سمير ورامي والكلام بصراحة لأ بدر وأيمن عاملين شغل كويسة الاتنين لعيب الكرة كويسين قوي الاتنين بيعتمدوا على التوقع يعني فيه كرة أيمن أشرف لما رجع وعملها براسه كده دي كان الجن بس دي برضو زكاء مدافع إزاي بتوقع الكرة جاء مجرد لمسة مجرد لمسة للشناوي دي حاجة أيمن أشرف فأنا بعتبره أفضل مدافع في مصر في آخر سنتين بس مش واخد حقه إعلاميا الناس حطه في دماغة إن هو مساك لأ إن هو زهير أيصر مش عشان هو زهير أيصر لما لعب مساك هو بقى أفضل من المدافعين الموجودين في مصر مظبوط والله واحد من أفضل المدافعين في مصر لا والتيكوف بتاعه كريم برضو نعم لا التكوف عالي يعني أنت بتقول المعز تقريبا طوله مية حاجة وتمانين مية أواخر التمانينات يعني أيمن أقصر بكتير ولكن المدافع بيستغل الزكاة إن أنا النهاردة ممكن طولي ما يساعدنيش إن أنا أخذ الكرة الهوائية ولكن ممكن أستغل الزكاة إن أنا أخذ الكرة قبلي يعني أنط قبلي هنا قرار من المدافع رغم طبعا إن أولونج في الشرط الأول حاول إن هو يبعد تماما عن بدر بنون عن بدر وراحل أيمن هو عايز طبعا هو كان عايز يلعب على أيمن أكتر ميلا على بدر بنون طبعا نكترى على مدافع طوله مية أربعة وسبعين سنتي أفضل نكترى على مدافع طوله فوق مية وسبعين سنتي طيب خلينا نكمل يا دكتور تفضل بدر بنون معنا برضو ليه حالة بيرو طيب خلينا نبدأ بحالة البييرو الأول تفضل ايش تفضل دي أول حالة دي بدر بنون إزاي بص كانت هنا كان أدميلسون جونيور عمل العرضية عادة من محمد هنا وعمل عرضية قطيرة جدا إزاي بدر بنون بيبقى واخد القايم القريب كانت برضو واحدة من الكور المهمة جدا اللي قطاعها بدر بنون في الحتة دي كانت برضو في توقيت حساس جدا لأ وخلي بالك كمان الكورة دي بتخش جون على طول وأنا بطلحها ممكن آه تيجي في ممكن تقلش وتخش جون صح لكن التركيز وإن هو يطلع ببطن رجله دي بره خلي باجيهم طلحها عمل تاكلنج بتطلع ببطن رجله مش سهلة أنا كنت مدافع لأن انت وشك للجون ممكن تجيبها في نفسك كنت تجيبها سهل قوي صح دي واحدة من الكور اللي هي دايما أنا باحترم المدافع اليمين اللي ياخد القايم القريب دايما المدافع دي يبقى ترجع على القايم القريب والمدافع دي يبقى القايم ديته بقى غلطته لو المهاجم سرقه على القايم القريبة وقعطه ودخله جون بدر بنون بيتمركز بشكل كويس جدا اللي ناخد اللي بعد كده نبص على أرقامه تحديدا تفضل على أرقام بدر بنون بدر بنون هو أكتر لاعب في الفريق عامل تمريرات صحيحة 68 تمريرة صحيحة بنسبة دقة 64 و4 من 10 لمس الكورة 83 مرة أكتر لاعب في الفريق لمس الكورة معلول بدر بنون 83 مرة شتة الكورة أربع مرات هو أكتر واحد شتة الكورة أكتر واحد بيعمل بلوكات بيمنع تزديدة مؤثرة وعمل بلوك في أكتر من كورة مرتين لأنه هو برجاله واسع طبعا التمريرات الصحيحة 68 تمريرة صحة من 72 نسبة دقة علي يا ايوب بسم الله ما شاء الله 94 و4 من 10% نبص بعد كده برضو على في حاجة مهمة تمريرات الطولية عامل 6 تمريرات طولية منهم 4 صح يعني عامل أشرف عامل تمريرات طولية أكتر بس مش 4 صح نسبة دقة التمرير الطولي 66 و6 ارتكب أخطاء سفر هو ما ارتكبش ولا أي هلو رقم 66 و66 من 100 ده رقم جميل 4 على 6 اه ارتكب أخطاء في ميزة في أرقام بدر بنون وأيمن أشرف أن الاتنين ما تمش مراوغتهم ولا مرة والاتنين ما ارتكبوش ولا خطأ دي دليل أن الاتنين كورتهم حلوة جدا والاتنين مش سهل مراوغتهم وبيعتمدوا على التوقع وفي التحضير ممتازين جدا سواء بدر بنون أو أيمن أشرف يستحقوا بصراحة التحية واستحقوا نجوم المباراة مبيرح سواء أيمن أشرف والاتنين ومعهم محمد الشناوي مظبوط محمد الشناوي في واحدة انقستة جامد جدا بتاع ضربة الرأس اللي في الآخر في واحدة واقت من إيده طبعا ولكن طبيعي في الأول لسه ما كانتش الدنيا بعد كده ولا كورة هو بدأ كان لسه بدأ يتعود على الأجواب بعدين المستوى بتاعوا علاء أوه في آخر الماتش هو ده اللي كان مهم بالنسبة لنا طبعا عمل ستة سيفز منهم خمسة انسايدزا بوكسي يعني خمسة داخل الصندوق ودي صعب على أي حارس ان هو يصد خمسة من داخل الصندوق دي أرقام مهمة جدا برضو لمحمد الشناوي يمكن هو عدد الإنقاذات ستة من داخل الصندوق خمسة واحد من اتناشة في حالة تانية برضو الويلتر بواليا على البيرو لو استعرضناها ازاي النادي الأهل كان بيطلع عليه اه ولو قدرنا نجيبها وبرضو معنا أرقام الفرق ما بين الأرقام هادي الحالة اللي بقول لها داك عليه اه بص هتلاقي اللي احنا اللابسين في الصورة الأزرق علي معلول بيطلع الكورة بص بواليا هيعمل ايه احنا كنا مضغوطين في الوقت ده اه يعني انت الشرط التاني كنت مضغوط اه بواليا حيروح ياخد الكورة ويجيب لك منها فاول ده دور مهم جدا ازاي انا اخفف الضغط على زميلي اه يعني واحد من المهاجمين الممتازين جدا واحد من المكاسب المهمة هو نقص التسجيل وان شاء الله هيسجل في البير اللعيبة الممتازة لو لعب طبعا طبعا بص حضرك علي معلول بيكمل لو كملنا تمام الكورة تفشت وطلعت وقف عليها ترسل اه وقف عليها وبرضو خد ناحية اليمين زي ما قلنا في الخريطة الحرارية ان هو بيتحرك ناحية اليمين واخد منها فاول وسحب الفرق القدام تمام ده دور مهم جدا بعد كده معنا بقى الفرق ما بين ارقام الشوت الاول وارقام الشوت التاني تمام حاجة مهمة جدا برضو النادي الاهلي قدم شوت اول نموزاجي وارقام الشوت التاني مش وحشة يعني هي اه في المحاولات هم اكتر مننا لكن هنشوفه في الارقام اه ارقام الشوت الاول لاستحواز بتاعنا 72% 72% هم 28 اه يعني فعلا الارقام فارئي كبير جدا التمريرات 354 تمريرة منهم 312 صح هم عاملين 140 تمريرة بس منهم 100 صح نسبة دقة التمريرات بتاعتنا اعلى بكتير 88% هم 71% المحاولات اللي اتنين 4 و 4 و 1 و 1 اللي هي جات جون من حسين الشحات طبعا واحد برضو ما ننساش دوره مبيرح تزديده ولا ارواع وبسميه المونديالي لان ده تاني هدف ليه في المونديال داخل السندوق دي حاجة مهمة جدا المحاولات اللي جوه السندوق والمحاولات اللي برا السندوق اللي جوه السندوق النادي الاهل عمل محاولتين منين من اربعة و محاولتين من برا السندوق يعني احنا كان عندنا تعليمات ان النادي الاهلي بيشوت من بره كتير واضح ديانج شات واحدة حمدي فاتح واحدة حسن الشحات واحدة من بره السندوق اهو الدحيل واحدة بس النادي الاهلي اتنين العرضيات النادي الاهلي عمل خمسة في الشوت الاول والدحيل خمسة في الشوت الاول برضو الالتحامات هم كانوا اعلى مننا في حتة الالتحامات سواء في الشوت الاول في الشوت تاني اه طبعا عشان الدول عشان الضغط عشان الطول وعشان الضغط الدحيل 23 الاهلي 17 شتت الكرة طبعا عشان زي بحداك قلت الضغط ان الشرط الاول الاهلي النادي الاهلي شتت الكرة 3 مرات بس هم شتت الكرة 9 لان الضغط كان عليهم تعال نشوف بقى ارقام الشرط التاني احنا قلنا الاستحواس كان كام كان 72% في الشرط الاول الشرط التاني 52% نازل كتير جدا وهم عاليوا كتير جدا بس في نفس الوقت برضو ما كناش قل من الدحيل يعني هم ما كانوش مسيطرين علينا في الشرط التاني اكتر في الارقام يعني هم 8 اواربعة الارقام متقربة اه ليه لان المسيطر كان بيعتمد ان انا هستحوز وحاول اضعي الوقت اكتر تمام التمريرات التمريرات 250 مقابل 226 يعني فارق حوالي 30 تمريرة نسبة دقة التمريرات هي قلت 82% كلنا الشرط الاول 88 هم علت كانت 71% بقت 81% اقربنا من بعض تمام المحاولات صحيحة هم بقى في الرقم الحلو ليهم الشرط التاني ان هم راحوا كتير راحوا 12 محاولة في الشرط التاني مقابل النادي الاهلي راح تلاتة بس من داخل الصندوق تمانية هم من الاثناشر واربعة من برى الصندوق النادي الاهلي التلات محاولات في الشرط التاني اتنين منهم من برى كانوا تزددات اكتر من برى الصندوق نكمل برضو العرضيات هم عاملين 14 عرضية في الشرط التاني ده برضو رقم كبير العرضيات بتاعتنا في الشرط التاني اربعة هم طبعا لان طبيعي ان هم حيعملوا تعييرات حولوا طريقة اللعب الاربعة اتنين ثلاثة واحد في الشوط التاني وبدأوا راح منزل اسماعيل محمد يعمل طرف ويحاول ان هو يعود النتيجة فاس بالتحامات برضو هم 13 اعلى من هنا شتت الكورة النادي الاهلي بقى في التشتيت في الشوط التاني اعلى لان الضغط كان علينا في الشوط التاني اكتر فشتت الكورة 11 مرة مقابل الدحيل اربع مرات تمام مين اللي كسف الاخر النادي الاهلي طيب التاريخ لا تذكر الارقام لا الارقام كويسة وكل حاجة ولكن التاريخ لا يتذكر اسلو احنا الشوط التاني كنا احسن من الشوط الاولاني يعني الكلام ده الحقيقة طبعا كلام مهم احنا بتتكلم فيه وناس تانية بتتكلم فيه ولكن في النهاية انا من وجهة نظري ان التاريخ لا يتذكر يعني بعد مئة سنة انا اديني او اديكم العمر بعد مئة سنة مش هتلاقي حد بيقولك اسلو الدحيل الشوط الاول كان الاهلي كسبان الدحيل وكان افضل والشوط التاني اسلو الدحيل كان كويس لا هو في الآخر الأهلي سيلاقي بايرد من يونخ صح تفضل أستاذ كريم شكرا تفضل أستاذ كريم شكرا يا دكتور أحمد يعني الناس برضو زعلانا أنا كل الشياب أمشيكوا بقعاتكم وفتاع مني يقولولي تكسر تكسر وضيحهم شاو قلتولهم بالعكس والله إذا هم مبسوطين يعني بالكلام ده تفضل يا كريم بداية يا كابتن طبعا أكيد إحنا كل توقعاتنا لتشكيل صبر لمشي بقى بالفشل حتى التاكتك اللي احنا توقعناه لأنه هو يبدأ به المباراة برضو بقى بالفشل لأن الراجل بدأ يفكر فيه أمور دفاعية أكتر ودي النقطة طبعا اللي خلت أداء نادي الدوحيل يختلف تماما عن الشكل اللي احنا شفناه في الدوري أو حتى في كاس الأمير لكن بالنسبة لبيتسو موسماني الفكرة ما كانتش فيه أسماء الأفراد أكتر ما كانت توظيف داخل الملعب واللعب يعني بيتسو موسماني مركز في نوعي فاجئ صب لموشي بخطة جديدة أو بأسماء جديدة أكتر ما هو أفكر في أسلوب اللعب طبية اللعب بتاعتي اللي أنا هنزل ألعب بيها وتوظيف اللعبة وواضح جدا جدا أن الكاتهية كوبيو بيس لمباراة نادي بيرامدس رغم النادي طبعا خصي الوطنين في الدوري ولكن شفنا أشكال كتيرة من اللي اتعمل في مباراة بيرامدس ناخد أول صورة معنا ونشوف النادي الأهل أول ما بدأ احنا نمسنطرين في الشوت الأول ويه كرة معانا طبيعي جدا للدوحيل في أول لعبة لازم يعمل ضغط بطول الملعب مزبوط ويهتبار لك إزاي هتقدر تنجح في اللعبة دي لأن اللعبة دي بتدي تفوق نفس دايما في الكرة في كرة القلعب في الكرة دايما يقولك ايه اول لعبة طبعا أول لعبة دي تخليك يا أمة تكمل طبعا يا أمة وهنا انت بتعمي ما يشبه كارت الإرهاب لو أنا النهاردة عندي قدرة إن أتخلص من الضغط العالي ده أنا بينت للفرق اللي قدامي إن أنا بلعب كرة كويسة بلعب الأرض كويسة لو شفنا الكرة دي هنلاقي إن النادي الأهلي عنده كزا option للتمرير الكرة هنا مع أيمان أشرف ببساطة عنده عمر السلية نزل له وكمان عنده عالم عنه وكرة دي حتى لما نشوف الفيديو بتاعها هنلاقي نهات لعبة لعمل السلية لمسة واحدة لعالم معلول والنادي الأهلي خرج من الضغط العالي لعمل نادي الدوحيل بخمس لعيبة في وسط تلا خمس لعيبة بره اللعبة بره اللعبة تماما والهجمة تحولت نادي الأهلي في أول لعبة لنا بعد السنترة نشوف الصورة التانية عشان نشوف الشكل الدفاعي لنادي الدوحيل وهي الطريقة الأقربلية اللي أنا شفتها من صبر لموشي لعبة 4-1 4-1 في حال الدفاعية باحتة وكان كل الاعتماد في الهجوم على لعيب واحد هو إدميلسن لأن دودو كان تحت الرقابة تماما دودو محاولش يقرب منه طول المباراة الحقيقة خلاص بقى في ميمان تومان معاه وفعلا هو ما كانش برضو قادر يجري كتير ما كانش قادر يهرب الوحيد بصراحة اللي عمل المباراة ممتازة في نادي الدوحيل هو إدميلسن سواء في الشهوة الأول ما منحيس الجهد البدلي محمد هاني تاعب فبالتالي نادي الدوحيل وصبر لاموشي بكل تأكيد لعب بشكل دفاعي ما حدش توقعه قبل المباراة نروح للصورة الثالثة ونشوف بقى النقطة اللي احنا بتكلم عليها وهي في توظيف اللاعبين في مسألة الضغط نشوف هنا في اللعبة دي لو جينا نقول إن هنا دايماً الهجم التجديد من عند المهدي بنعطية لعيب خبرة وعنده تمريد كتير طيب مهدي بنعطية هنا عشان يبقى عنده option للتمرير يا كابتن اسلام صفر ليه؟ لأن كل لاعب من نادي الدوحيل معه واحد ولعبت النادي الأهلي مركزة ما حدش يقف جنب اللعب أو بحسن إيه؟ إنك ما تعملش فاول لا إنت ممكن تقطع الكورة بمعنى إيه؟ هنا في نوعين من الضغط فيه ضغط اللي هو pressure وفيه التحليق اللي هو contain كل لعبت النادي الأهلي هنا عاملة إيه؟ عاملة contain مش عاملين pressure بمعنى إيه contain بسيب مساحة ما بيني وبين اللاعب المنافس عشان لو قدت له الكورة مجرد بس إن أنا حط رجلية أخدها معمش فاول لأن أنا نهاردة أقدر أقلب الهجمة اللي أنت بتحاول تبنيها أحاولها للهجمة لو حاجة تفتكر لما كنا جايبين الهدف ضربة الجزاء بتاعة نادي قطر بتاعة نادي قطر بتاعة نادي قطر بتضغط على البريك في الجبهة اليسرى بتاعة جون ضربة جزاء بتضبط كده كابت إسلام وهو ده اللي كان بيفكر فيه بيتس موسماني إن أنا أحاول هجوم نادي الدوحيل لهجوم لي نشوف الصورة اللي وراها نفس الأمر المهدي بنعطيها حاول يهرب على اليسار نفس الضغط ما عندوش أي أوبشن زيلي التمرير وبالتالي ده نجاح الفكرة بيتس موسماني في التوظيف أكتر منها عايز أن جاح إذن فكرة بيتس موسماني في هذه اللقطة أو في هذه المباراة أو في الشرط الأول في هذه المباراة هو الضغط العالي على فريق الدهيل وحول الهجوم بتاعهم لهجوم لي مش مجرد أن أنا ضغط عمل فاول ولا حاول نكمل ونشوف بقى واحدة من النقطة الجميلة جدا وحيل وصل بالكورة لنص الملعب لو نفتكر الفيديوهات اللي إحنا جبناها لنادي قطر وإزاي النهاردة كان بيعمل لكابتن إسلام الضغطة السلاسي لو شوفنا نص الملعب وعادنا لعد اللعيبة هنلاقي دايما لعبة النادي الأهلي هي الأكتر ليه مفيش مساحة تمرير لنادي الدوحيل الراجل مسك الكورة وعمال يلف بيها وعمال يدور على زميل له أي كورة يفكر لعبها هتتطعب التالي يبدأ يعمل الروتيشن ويرجع تاني في نص ملعبه نشوف الصورة اللي وراها على الناحية اليسرى هنلاقي برضو نفس الفكرة عمر السلية كان أخثر من رائع في التحرك بدون كرة بيروح يلم وراء زميله في اتنين رايحين ما عليش ممكن تقول اللقطة دي تاني لأن في ناس ما بتاخدش بالها يعني دكتور أحمد سابت في الأول قالك قالك الدور المهم لوولتر بوليا اللي كان الجندي المجهول وبالفعل كان من أفضل مباراة للجندي لوولتر النهار ده برضو انت بتقول أو دلوقتي بتكلم عن عمر السلية عمر السلية شوط الأول يا كابتن إسلام كان عظيم وفي مسألة ايه ان هو على طول بيشوف اتنين زميله بيروحوا يضغطوا هو على طول جايوا وراهم عشان يأمل التمريرة البينية وبالتالي ما شفناش أي هجوم نادي الدحيل على الأطراف وهي طبعا الجبهات الخطرة عنده نروح للصورة اللي وراها وراها ونشوف هل نادي الدحيل قدر ان يوصل لمنطقة الجزاء النادي الأهل نفتكر الصورة أو الفيديو اللي احنا جبناه لدودو في حالتين لما كان ماتش نادي قطر وكان عنده أزمة في الاختراك لأن كان الأول بيرقص بيلاقي اتنين اتنين بالزبط واحد قدام وبيعمل له بلوك وبالتالي نفس الفكرة النادي الأهل واضح جدا وندرس نادي الدحيل بشكل جيد وشايفين شوط الأول ثلاث همتفرج على البرنامج لا طبعا نادي الأهل وقفين قفلين الجابهة على الجناح وبالتالي صفر ان انت تعمل كروس وصفر شانس ان انت ممكن تحاول تختارك لعمق وتشوت نشوف الصورة اللي وراها واحدة من أحق ألعاب اللي بصراحة كان يعني صعب جدا نشوفها الإدميلسون لعيب مهاري جدا علي معلول أكبره انه يطلع بالكرة بره الملعب ليه لأنه ما عندوش أي مساحية التمرير خلص الراجل هنا عشان يعمل الكروس صعب جدا انه يعاد معلي معلول ولو رجع بيها فيه واحد في ظهره طاهل أو حسين حسين الشحات عمل ضرد فيها مميز جدا كل ده يا جماعة كل ده تعليمات مدير فني مش أداء فردي من اللعيبة ده ده لعب جماعي وتعليمات من المدير الفني نروح للصورة اللي وراها ونشوف نتيجة كل اللي احنا شرحناه ده في الشوت القول بالنسبة لندل الضحيل إيه؟ كرة عرضية وحيدة لأولونجا وسط إيه بقى؟ وسط طلب مدافعين ده للأهلي وبالتالي نسبة إن أولونجا هنا يهدف الكرة دي يا كابتن إسلام تقليبا أقل من وده اللي أكبر صبري لابوشي إنه وشوت تالي يطلعه طبعا خلاص الراجل مات تماما إنك فصلت عنه دودو ما فيش أي إمداد وكمان فصلت عنه القراط العرضية اللي أنت عامل ضغط الجامد جدا جدا على الأطراف وبالتالي الإمداد له كان قليل جدا وبالتالي كان يجب على صبري لابوشي إنه هو يتدخل تدخل بقى في شوت تاني عمل الراجل عمل بصراحة تغيير دين فني جيد جدا على فكرة يعني ولعبة محترمة جدا نشوف الصورة اللي وراها عمل أهم حاجة وخلاص عرف تماما إن جابهة علي معلول يستحيل اختراقها لأن علي معلول اللي واحده بصراحة في الدفاع قوي جدا لما يعوز يدفع بيبقى قوي جدا صراحة الموضوع صعب جدا خلال خلاص أوكي أنا أبدأ أركز على محمد هاني ولكن عشان نهاردة أخلي إدميلسون يروح منتومان على محمد هاني لازم أسحب فرقة النادل قلة نصف الملعب أخد تركيزها لقلب الملعب وبالتالي نزل هو منتاري منتاري وشال أولونجا ونزل المعز علي وبدأ يحطهم على الجبهة التانية عشان يسرى الأنظار وبدأ يركز على إدميلسون بالفعل لأن خطته نجحت ليه؟ لأن محمد هاني وإدميلسون اتحطوا في مواقف واحد على واحد معلش أنا بتحفظ على الكلمة دي يعرف ليه؟ لأنه مكسبش أو متعدين لا 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 مش قصدي لا أحنا بتتكلم نهو نجح في أنه يحطوا واحد على واحد لا نجح طبعا معنا كذا صورة يعني دي أول واحدة معنا إدميلسون مع محمد هاني واحد على واحد تعالي في واحدة في الآخر أفشة تخيل أفشة طبعا فاكر لما برضو كنا جايبين الفيديوهات وقلت إن لازم يبق عليه اثنين وقلنا لقص واحد رقص محمد هاني طبعا دخل أفشة وتحصل اتفاول لأفشة طبعا نروح للسلول اللي براها ونشوف برضو هنا الكرة هنا دودو بدأ يلاقي متنفس شوية في نص الملعب وبرضو إدميلسون عنده المساحة إنه ياخد الجبهة اليومنا ندري قاله كان وده كنا بنحذر منه على طول بس خير بقى ما بيتسو موسويني هي الحالة في الآخر طبعا نجيد بالصورة اللي وراها هنشوف برضو إدميلسون رايح ليه محمد هاني وبرضو في موقف واحد وده اللي عمل علينا الخطورة والضغط العصبي اللي احنا عشنا فيه طيب الصور اللي وراها بقى تقول لنا إن بيتسو موسويني ما وقفش يتفرج على كل الكلام ده وما عملش حاجة راح منزل مين نزل أكرم توفيق ليه عشان أكرم توفيق كان دوره مش بس إنه هو يحمي قلب الملعب بنص الملعب لا خالص أكرم توفيق كان نازل عشان يعمل مساعدة دفاعية واضحة لمحمد هاني وهنا في الصورة دي اللي احنا شفناها شفنا القطع الكرة دي أكرم توفيق محمد هاني وقف ورا متسبت وإي أكرم توفيق بدأ يضغط على إدميرسون عشان يمنعه يروح منتومان على محمد هاني في العشر دقايق الأخير دي ببساطة كانت الصور اللي معانا ومعانا حالتين بيرو نوضحهم ليه كورد الهدف اللي احنا قلناها واللي احنا دي أعتقد أول لعبة معانا نشوف البلوك البلوكس اللي كان عاملها موسيماني في الشوت الأول دايما النادي الأهلي بيروحوا بتلات لعبة اللي شافوا معانا الفيديو اللي جبناه يوم الأربع لنادي قطر كان دي أكامل لا وبعدين لا معلش لو نقدر نرجع أنا مش عارف في نقدر لو نقدر نرجع سنة بسيطة تعرف أنا اللي فارق معايا إيه كمان الترحيل صح يا كابل السلام رائعة طبعا لا لا بص يعني الترحيل هنا كمل اللعبة يا برجاوي لو سمحت كمل أيوة أنا عايز بقى اللي بعد كده بص التلاتة بيجروا مع بعض ازاي كمل كمل اوكي أيوة تفضل بص يا كريم نعم بص بص طول ما هنا مفيش أكتر من ستة سبعة يارضا تعرف أن الموضوع ماشي عشر على عشر صح مضبوط صح ماشي بشكل أوتوماتيك واللعيبة زي ما كابل الإسلام شرح كلمة مهمة جدا ترحيل اللعيبة من جبها لجبها كله ماشي مع الكورة أيوة وحتى لو نادي الدحيل فكروا أن يعمل الكروس للنحاء تاني لأ اللعيبة راح تهب بسرعة جالينه حتى في ربع الملعب ده لما نشوف لعبة نادي الأهلي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس خمس لعيبة على ثلاثة بس وبالتالي نسبة حصول النادي الأهلي على التمرية البينية عالي جدا لو حد فكروا أن يلعب الكورة في عمك إما لعب نشوف تاني الكلمة اللي قالها كابل الإسلام الترحيل طبعا الدحيل فشل في اختراق الجبهة اليسرى راح رايح عايز يروح هناك بقى ناحية التانية اللي جابها اليومنا عندندي أهلي اللاعبة بترحيل معي وبالتالي كل ده شغل مين ده شغل طبعا بيتسو موسيماني يعني بيتسو موسيماني هو اللي مفكر في الموضوع ده أنا بأخذ منه عشان بعد كده هتكلف في نقطة مهمة يعني في نقطة كابل الإسلام الجمهور سعب بيستنى إبداع المدير الفني في أن هو يلعب لك لعيب مش متوقع أو يديك خطة لا فيه النهاردة شغل داخل الملعب هنتحرك إزاي وهنتصرف إزاي نشوف الحالة التانية اللي معانا وهي حالة الضغط دي حالة مهمة أوي دي على فكرة يا كريم نعم تفضل الحالة التانية اللي معانا وهي حالة كورة الهدف والزي ما كابتل الإسلام قال الكورة اللي احنا شفناها في مطش قطر من الضغط كورة الهدف يا جماعة مش كورة كورة خالص ضغط بولية وضغط حسين الشحاد كان ضغط مدروس بأنك تسيب الكورة للنادي الدوحيل في الحتة دي وهوب تحط رجلك أول ما تاخدها على طول تسدد على المرمى وطبع احنا اتكلمنا على ضعف صلاح زكريا مدير الحارس الدوحيل كنت أتمنى بصراحة إن احنا نسدد نسدد أكتر من كده نسدد أكتر من كده احنا شطنا تسديدة حسيش حالة جاء الجن وتسديدة حملي فاتحي كنت أتمنى نشوت أكتر لإن فعلا الحارس كان ضعيف جدا لكن في كل أحوال بيتس موسماني شط الأول امتياز ولحق محمد يوم شط تاني وبالتالي النادي الأهلي استحق الفوز نادي الدوحيل أي حد مع كاميرا احترامي يقول لهم اللعبوا مباراة كاملة سيئة مع كاميرا احترامي أنت بتقول الشكل ده لأن أنت باصص من كاميرا معينة لا بشكل عام نادي الدوحيل شط تاني قدروا إنهم يعملوا شكل جيد وصبلة موشي مدير فني رائع وبيقرم مرشبت شكل جيد ولكن تاني جاز الفاني الأهلي قدر أن هو يقف قدامه ويقف قدام خطه بشكل جيد وطبعا توفيق ربنا سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء طيب مش هتكلم عن نقطة الضعفة نقطة الضعفة عشان نقطة نقطة الضعفة كل يوم مش النهاردة عشان أو نلغي الفقرة قلتوا فقرة قلتوا نقطة الضعفة واحدة هي نقطة واحدة الأمان نقطة واحدة أنا جايخ اتنين أنا مش شايف يعني أنا الحقيقة مش شايف لكن أموما هنتكلم في كل هذه الأمور لو جاهزين بأيمن أشر أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزيزي المشاهدين الحقيقة تنين من نجوم المباراة الحقيقة كل لعيب تنادي الأهلي مبارح كان نجوم زي ما حضراتكم شفته كده مش مجرد كلام ولكنها أرقام وإحصاءات وأهداف وعملين لحضراتكم كريم وأحمد ثابت عملين لحضراتكم حاجة جميلة جدا 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 تقدر تشوف منها إيه الأخطاء اللي اتعاملت إيه الحاجات اللي احنا ممكن نعملها خلال المرحلة اللي جاية ولكن النهاردة برضو يا كريم كان فيه تصريحات كثيرة جدا على الموقع الرسمي للفيفا والموقع الرسمي لبايرن والموقع الرسمي للنادي الأهلي طب أعتقد أن ده في الصحافة محبوب جدا أجيد طبعا خصوصا التصريحات اللي هي ما بين بايرن طبعا والموقع الرسمي طبعا الحساب الرسمي نادي بايرن مينخ باللغة العربية كان عمل حوار لطيف جدا جدا ما بين أسطورتين من أساطير الفرقتين نتكلم طبعا عن كابتن واق الجمعة طبعا أحد أساطير النادي الأهلي وصموا الكفور واحد من أساطير نادي بايرن مينخ وكان مدافع جاني طبعا والاتنين عملوا حوار لطيف جدا جدا ممكن أي حد يحب يشوفه على الحساب الرسمي لباري مينخ باللغة العربية على تويتر أو حتى على الفيسبوك وطبعا أكيد من وجهة نظري تصريحات رومانيجة هي دي هو ده التاريخ ده التاريخ طبعا رومانيجة اللي ما شفوش كلعيب ممكن يدور على أهدافه في مونديال 86 تستورة كبيرة جدا جدا طبعا ويشوف ماتش الأرجنتين وألمانيا الفايدل طبعا الأرجنتين كسبتوا 32 لكن رومانيجة كانت أخلية 2-0 ورومانيجة نزل قلب الماتش وتعادل 2-2 فراجة عن مباراة دي لعيب أسطوري طبعا نوي الكلام عن نادي آله كابتسلام بهذا الاحترام وهذا يعني يعني العظمة في أنه يقول لك إحنا رايحين لازم مغرورين وبقاش في أي عجرافة في أداءنا ونحترم نحن رايحين نلاعب نادي القرن فأفريقيا بيبين لك قد إيه النادي الأهلي اسمه كبير وكل أساطير العالم نادي أهلي اسمه فعلا تخطى حدود أفريقيا والنهاردة حبنتكلم على نادي عالمي بكل تأكيد وأنا متأكد إن شاء الله بإذن الله بإذن الله بتاخد نتائج مهاضية ممكن مثلا في الصيف تلاقي بيجي لك عروض كتيرة لأنت بتعمل المعسكر بتاعك مع أندي القبير وتفتكر في أواخر أيام مصر مانو الجوزي إحنا جلنا بطولة الإميرتز كانت في ملعب ويمبلي في 2009 أو 2010 يعني وروح أن الأهلي راح لعب ساعتها برشلونة وتوتنهام وأرسنل وسيلتك يعني أكيد ده بسبب إيه؟ بسبب البراندنج بتاع إن نادي فطبعا كل حاجات حاجة بتتكلم عليها التصريحات والحاجات دي مهمة ده براندنج ليه؟ اسم إن نادي على الجانب الآخر يا أحمد إحنا لما رومانيجي هو بيتكلم هذا الأسطور يعني أسطورة كبيرة جدا في عالم كرة القدم لما يجي يتكلم بيتكلم بيقولك آه إحنا فريق بايرداميونيك ولكن في الآخر إحنا بص بقى التركيز والفرق والعقلية الألمانية اللي تكلم عليها كيمتش لما قالك إحنا عندنا العقلية والنهارة نقدر نشتغل بيهم فالعقلية هنا بيقولك إيه؟ آه إحنا فريق بايرداميوني كل حاجة ولكن مش عايزين نتفاخر قوي مش عايزين نعمل قوي عايزين إيه؟ نلعب كويس جدا علشان نكسب هذه المباراة ما بينكو سين كده احترام الخصم إزاي تحترم خصمك؟ آه أنت ممكن تكون هم طبعا في الكلام مننا كفنيا طبعا مديا طبعا ولكن هم إزاي بيحترموا الخصم؟ إزاي بتحترم النادي الأهلي؟ وفي نفس الوقت الاحترام ده يعني ما يخلهمش إنه يعني الزايد عن الحد آه تالي بخوف بقى وكده ده ده الفرق فهم إزاي بصراحة بيحترموا النادي الأهلي ودي برضو حاجة هتسجل كده في التاريخ إن انت فإنت بتلاعب بايرداميونيخ وشوف رئيس نادي بايرداميونيخ بيعمل ايه في التصريحات دي حاجة بصراحة فعلا نعمة إنك تكون أهلاوي فعلا دي حقيقة برضو كريم الموقع الرسمي للفيفا هو بيتكلم عن إنجاز النادي الأهلي بالوصول أولا إلى كأس العالم للأندية والفوز بالبطولة الأفريقية ثم بيتجاوزوا لفريق الدحيل وحيلاعب بايرداميونيخ اهتمام الفيفا بمثل هذه البطولة تحديدا بيخلي الكلام اللي بيتقال بقى اللي إحنا بنسمعه إن إيه أصل البطولة دي وكذا 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 أعتقد إن اهتمام الفيفا بها دي البطولة واضح جدا هو طبعا فكرة إن إن اهتمام الفيفا نفسه نستغله عشان نقول دي بطولة مش شرفية لا هو طبعا البطولة أكيد الشكل اللي شفناها في الخمسة واربعين ديئة التانية من نادي الدحيل التصريحات نادي بايرن بيعرفنا قد إيه الناس كلها في العالم بيستنوا بس لحظة المشاركة في بطولة زي دي عشان يقدروا يقتنصوا منها شيء كويس يحطوه في تاريخه حتى أنا أفتكر رونالدو في البطولات اللي كسبها ريال مدريد في اليابان كنت ما نشوف إزاي يعني الحرق حتى برضو في الإمارات إزاي الاهتمام الشديد والغل في اللعب عشان يكسبوا ميسي نفسه ميسي نفسه دي هدف في البطولة فرحته بعض الهدف طبعا كتب حتى حصل حصل أنا أفاكر حصل تراشق ما بين صحافة برشولون وصحافة راية مدريد عموضوع اللوجو يعني اللي بيحط لوجو تعالى اللي بيكسب البطولة اللي تحادي الدولي بيديله اللوجو المونديال بيحطه على التيشت تاعه لغاية البطولة اللي بعدية فهدي طبعا دي بتبقى جائزة حلوة وبالتالي كل الناس بتتنافسك احنا مشكلتنا يا كابتن اسلام لازم نعترفني في الرياضة المنافسة هي حلوتها حلوة الرياضة في المنافسة لكن الأزمة ان احنا ساعات من كتر يعني ايه نحنا نغرأ في المنافسة دي نبدأ نهدم كل حاجة ونبدأ نقلل من كل حاجة شوية بايرميونيخ مش مهتم طب يا جماعة بايرميونيخ عن نقطة الضعف لا 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 ده هيجي مركز عشان نبتوله طبعا انت من شوية قلت انها بتوله ودية دلوقتي لما قلتهم عن نقطة الضعف وطيلة ده هيجي مركز تكسبه فتبدأ التصريحات تاخد الناس يعيني من حتة لحتة الدحيل ده عنده مهاجم كيني مهم جدا وعنده مهاجم برازيلي ب7 مليون يورو ده حظوصا للأهلي يا جماعة ما تسفروش هدو جلبه كتير لا 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 ده تقيت على الهواء يا جماعة الجبلة دي تقيت على الهواء يا جماعة ما تسفروش وبعد المطش ما خلص احنا اي فريق مصري يروح لعب الدحيل يكسبه بجد والله اصلا اصلا لو اتكلمنا بما ان الفقرة دي فنية او لو اتكلمنا فني بما ان الفقرة دي فنية هو اصلا في الوقت الحالي في اخر شهر في اي نادي مصري يجرؤ اي محلل كرة قدم بيتفرج على الدوري بتاعنا يقول لو احنا حبينا نبعد فريق مش ولا كسبان بقى دوري ابطال ولا لعب شوط حلو وشوط وحش لا 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 هنتكلم على مستوانا اخر شهر نبعد فريق يمثلنا تمثيل فني جيد للبطولة دي هيختار مين انا مش هقولك الان هيختار مين مش هينفع نختار نادي بيراميدز لو التلات فرق اللي تحتيه كسبو هيبقى ملكاز عشر طيب مش هينفع نختار نادي الزمالك النادي الزمالك بقاله فترة في الدوري بيلعب كروسات بس بيلعب كروسات عرضية للدرجة اللي خليته يخسر خمس نقاط قدام نادي أسوان المكتهد وقدام نادي غزل المحل فبالتالي فنيا بنتكلم فنيا دي كيش اي حاجة تايب ننكلم فنيا لو انت حتى جيت اختارت نادي مش كسبان دورة افريقيا هتختار النادي الأهل فهيدي النقطة المهمة نحن محتاجين نتكلم كورة لنكلام الكورة ما فيهوش عصبية لنكلام الكورة بالصورة ماينفعش نهاردة اقول نادي أهل أعظم فريف الدنيا واجيب له لقطات والناس شايفت نادي كان وحش ماينفعش أنا هنا بخدع نفسي بعيد عن تمامي لننا النهاردة اه انا اهلاوي اوكي لكن لو انا شرحت فانيا غلط الناس هتقول لي يا كريم انت فاشل ما فيهوش في الكورة بتقول لنا كلام ما شوفناهوش بعينها فانت لازم النهاردة طبعا بنتكلم كورة تبعد الاهواء لما يجي بقى نتكلم في امور تانية على السوشال ميديا ونقعد نغيص بعض اهوكي الهزار زي ما لو انت كنا في غيص بعض امبرح انا وكريم غزنا بعض امبرح شوية برو غزنا بعض ما غزناش حد الكلمس ده طيب احمد برضو بقى على الجانب الاخر الفيفا مثلا كان عايز يشرك او كان عايز يعمل كأس العالم الانداء اتنين وثلاثين فريق زيها زي كأس العالم للمنتخبات لا ولا طبعا اللي حصل وجائحة كورونا والكلام ده كله فده برضو بيدينا ان احنا لا كأس العالم ده كأس العالم الانداء ده انا مش قادر اوصفها اصلا انا لعبت في الحاجات دي فانا مش قادر اوصف اقول لحضرتك ان لا اللعب في كأس العالم للانداء ده شرف كبير جدا جدا لأي حد طبعا اي حد بلعب في كأس العالم للانداء بيبقى انت بتعمل تاريخ لنفسك ولأسرتك وللنادي بتاعك يعني اي حد لعب بيسجل كده ان هو لعب في كأس العالم للانداء ده حاجة شرف ومحفل دول كبير جدا ايه فكرة ان هي تتعامل اتنين وثلاثين اولا كأس العالم للانداء كمان مسته عن كأسها ان هو بيتلعب كل سنة فدي حاجة كويسة جدا اتنين وثلاثين دي كانت هتزود عدد كانوا مثلا هياخدوا اربعة من افريقيا صفهم لثلاثة بالكتير يعني فدي برضو بتدي فرص للانداء الافريقية ان مثلا الاول والثاني التواني 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 يخشوا في اللعبة لكن طبعا طول ما العدد قليل بتبقى يبقى النادي الاهلي هو الاكثر دايما ست مشاركات في كاس العالم للانداء طبعا دي حاجة يعني تدعو للفخ ودايما روح الفلنة الحمرة هي سر الاهلي سر الانتصار هتعمل لنا ايه بكرة كريم ان شاء الله بكرة هنقدم نقاط هنبدأ بنقاط القوة في باي مونيخ واكيد ده هيبقى معنا ده طويل اوي ده هيبقى كتير اوي ويبقى طبعا احنا مستنين الحمد لله لان اليوم ده في مباراة طبعا بتقام في الوقت الحالي قدام هيرتا بيرلين وليباندوفسكي ضيع وبعديها كينزلي كومن جاب هدف وحسب يعني اللي احنا بنقراء ما بين في الفاصل ان باي مونيخ عامل مباراة كبيرة جدا فضح انت التركيز طبعا بقرب البطولة بيعلن طبعا من الكامل كابت اسلام على فرقة تلعب مباراة جمعة هتسافر السبت تتمرن السبت تتمرن الحد وتلعب مباراة اليوم الاتنين بسم الله ما شاء الله بصراحة يعني ما تشوف ناشي صحة زي كده بصراحة يعني مش عايزين نحسي دار ربنا يسهش ربنا يكرمكم تظهر طبعا انا نتمنى لكل اللاعبين السلامة طبعا ونشوف ونلاعب باي مونيخ بكامل نجومه ان شاء الله ان شاء الله بكرا نقاط القوة معنا وبإذن الله بإذن الله يوم الحد هنتكلم عن نقاط الضعف وهي نقطة واحدة من وجهة نظري نقطتين من وجهة نظر اه احمد سابت زيرو نقاط من وجهة نظر كابتل انا هاخد بعض تعليقات الشباب الفولوورز الموجودين عندي بيقول لك يعني ممكن نعمل حلقة هزار طبعا كل ذا انا بتكلم في نطاق اللي احنا بنهزر يعني عايزين نعمل حلقة تذكر عايزين نعمل كذا عايزين نعمل كذا دعا والله الدعا مم والله العزيز دعا مم جدا نعم نسلين في التعليقات نعم نعمل حلقة للدعا طبعا الناس الاهلاوية بيهزاروا وبيحبوا يتحكوا لو هنتعادل يعني التسعين دقيقة نتعادل لو هنتغلب دي حاجة خلاص بقى بتاعت ربنا مش بتاعتنا يعني في الاخر انت بتلعب فريق من اقوى فرق العالم يا دكتور احمد بص الطموح بص الطموح بتاع الجمهور النادي الاهلي ده الطموح الحقيقي بقى اه طموح الحقيقي ان انت بتلعب بقى رمونخ والطموح وصل لدرجة ان احنا عايزين نكسب اقوى ونادي في العالم ده الطموح الفيالي مش طموح حاجة تاني طموح وشغف جمهور النادي الاهلي الحقيقة واضح جدا وان شاء الله ان شاء الله بكرة زي ما كريم واحمد سابت قالوا لحضراتكم ان احنا بكرة ان شاء الله هنتكلم عن نقاط القوة اللي هي كتيرة جدا وموجودة في نادي بايرن ميونخ شكرا جدا يا كريم نهورتنا وشرفتنا كالعادة شكرا جدا يا دكتور احمد نهورتنا وشرفتنا كالعادة